يشكل الملف الاقتصادي في العراق واحدا من أكثر الملفات تعقيدا وأكثرها فسادا من ناحية هدر الأموال وذوبانها في صفقات مشبوهة وعمليات التوظيف العشوائي المنطلقة أساسا من المحسوبيات والرشاوة حتى بات القطاع العام الغول الذي يبتلع أموال الموازنات دون نتائج ملموسة مؤسسة عراق المستقبل في وقت سابق كشفت أن العراق يعد الدولة الأكبر المعنية بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمات العمل الدولية ويعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب من مجملها كرواتب للموظفين دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصرفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفر فرص عمل حقيقية أكثر من مليونين ونصف المليون موظف في القطاع العام المدني إضافة إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف موظف في الأجهزة الأمنية وبالتالي فإن في العراق ما يقرب من أربعة ملايين وخمسمائة ألف موظف حكومي كما أن هناك ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف عراقي يتقاضون رواتب تقاعدية من الدولة ملايين الموظفين في القطاع الحكومي يستنزفون الموازنة دون أن يساهموا في تنمية مؤسسات الدولة وزيادة مستوى العمل وعلى العكس تماما أدى هذا العدد الكبير إلى الترهل الوظيفي وخمول مؤسسات الدولة فيما الكفاءات من خارج إطار الرشاوة والمحسوبية يصطفون في طوابير العاطلين عن العمل هذا الواقع الوظيفي يتناغم مع الاقتصاد الرائعي المعتمد بأكثر من 90% على النفط وبالتالي لا يوجد حافز لتنويع مصادر الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص عبر المنافسة والابتكار لذلك يستمر انزلاق العراق نحو هاوية اقتصادية تطحن الشعب العراقي وترفع نسبة الفقر إلى مستويات خطيرة